اهلا بكم الى موجز الاخبار من الدبلو تيفي اكدت الممثلة العليا للامن والسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فدريكا موغيريني عدم امكان حل الازمة الليبية بالوسائل العسكرية موقف موغيريني جاء في اتصال هاتفي اجرته برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فيز السراج الذي ناقشت معه الوضع السياسي في ليبيا مشددة على اهمية المصاري السياسي تحت اشراف الامم المتحدة اعلن الناطق باسم عملية بركان الغضب العقيد محمد جنونو سقوط احدى طائرات سلاح الجو الليبي داخل الحدود الادارية لمدينة مصراطة نتيجة عطل فني ما ادى الى مقتل قائدها الذي تفاد سقوط الطائرة على الاحياء السكنية او الطريق العام وقال جنونو ان طيران الوفاق نفذ 14 طلع قتالية خلال الايام الثلاثة الماضية وان قواته قبدت على سبعة مسلحين من قوات المشير حفتر اعلن وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق علي عبدالعزيز العيساوي ان شركة توتال النفطية الفرنسية وشركات اجنبية اخرى بدأت تجديد تراخيص اعمالها لدى حكومة الوفاق وفي مايو الماضي علقت وزارة الاقتصاد عمل توتال و39 شركة اجنبية اخرى بسبب انتهاء تراخيصها قبل ان تمنحها فترة سماح لمدة ثلاثة اشهر لطلب تراخيص جديدة ازمة خليج عمان تتفاعل اذ اعتبرت ايران ان القاء الولايات المتحدة اللوم عليها بشأن الهجوم على ناقلتين نفط في خليج عمان امر خاطئ ويدعو الى القلق المانيا من جهتها اشارت الى ان مقطع الفيديو الذي نشرته واشنطن لا يكفي لاثبات ان طهران تقف وراء الهجوم في وقت اعلن وزير الخارجية لبريطاني جيريمي هانت ان بلاده القلق من موقف ايران توافق على اتهامات الولايات المتحدة وستحقق في الامر بطريقة مستقلة في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وايران في المنطقة دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الى بذل جهود من اجل تحقيق التهدئة هذه الدعوة وجهها عبد المهدي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو وتبحث الطرفان العلاقات الامريكية العراقية وتبدل وجوهات النظر حول تطورات التي تشدها المنطقة مع تأكيد بومبيو على مساعي واشنطن للحفاظ على الامن والاستقرار وتجنب التصعيد انهار جزء كبير من جسر يمر فوق نهر جنوبي صين الامر الذي ادى الى سقوط سيارتين في المياه وفقدان شخصين واظهر تجيل مصور جزءا يبلغ طوله مئة وعشرين مترا ينهار في غضون ثوان دون سابق انذار وتجري السلطات تحقيقا للوقوف على سبب الانهيار هذا ختم الموجز الى اللقاء